البرية ورأس الأمر قريم وسنة أحمد فطوب ذي يصعى ليحيا معافا من شاء الهوية الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يسعدني غاية السعادة في هذه الحلقة الطيبة المباركة من تلكم السلسلة الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك أن أتحدث في تصحيح المفاهيم في نقطتين أبدأ بالأولى بإذن الله جل وعلا ألا وهي العلامات الصحيحة لحسن الخاتمة العلامات الصحيحة لحسن الخاتمة أنا عايز نبقى دقيقين جدا في كلامنا ليه بقول العلامات الصحيحة ما أقول على طول علامات حسن الخاتمة لا أنا بقول العلامات الصحيحة ليه لأن دخل الكثير والكثير في تلك العلامات مما ليس بعلامات على الإطلاق ولذلك حينما نغربل الكلام نقول العلامات الصحيحة حينما اطلعت للبعض على علامات حسن الخاتمة رأيت أشياء ما احترامي يعني ما لها سند ولا يشهد لها دليل لا من الكتاب ولا من صعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هناك البعض يعني ممن ادعوا أنهم يعني يعملون في حقل العمل الدعوي وأنهم يقومون على تجهز الموتى وأنهم يعني ينظرون في أحوال الموتى ولهم خبرة بالموتى إلى آخر هذه الأمور بدرت منهم أشياء هي أشبه إلى الدجل منها إلى العلم الشارعي أو أقرب إلى الدجل منها إلى العلم الشارعي يعني على سبيل المثال أنا سمعت الواحد يعني في وقته يقال إلى آخرة يقول لك أنا دخلنا على واحد وهذا الشخص كان مريض بكذا ثم وجدنا وجهه عند الموت قد تحول وصار أزرقا وكذا لا هي مش القضية دي الأول بالنظر إلى حاله بالنظر إلى حاله هذا الرجل كان من الصالحين ولا ما كانش من الصالحين هل كان يشهد له الناس بالصلاح أم لا؟ ثانيا كان محافظا على العبادات أم لم يكن محافظا على العبادات؟ ليه؟ لأن ما تقول كان مريض مثلا يعني مثلا بفيروس الكابل الوبائي وماتى بهذا الأمر معلوم بيحصل إيه؟ مثل هذا الشخص أحيانا ما احترم ما يكون مريض بأمراض أخرى بيحصل ونزف المخ في اللحظات الأخيرة أو انفجار في شهرين المخ في اللحظات الأخيرة على إثارها بيحصل على طول تورم في الأولداء والشهرين وكلام دا وتلاقي كل هذه واخدى اللون أزرق واخدى اللون أزرق بسبب هذه الصورة ففي الحالة يقول لك أعوذ بالله واللي كنا فاكرينه من الصالحين اللي ما كانش بيترك فرض فيه جماعة اللي كان بيتصدق لله جيل وعلا شفناه لما مات كان الوجه ما بين السواد والزرق لا لا دا إجرام ودجل إجرام ودجل ليه؟ لأن ما بنجنعك في مثل هذه الحالة لا بد من العودة إلى اثنين إلى الأول إلى الأطباء إلى المتخصصين مش أي طبيب أنا رحشل طبيب نساء أو طبيب لا أنا بقول الوقت هذا الشخص كان عنده مثلا مثلا فيروس كابد الوبائي وكان عنده الضغط وكان عنده السكر إلى أخر هذه الأمور ومات الوجه يخد كذا طعالوا يا جماعة لما حصلوا نزيف في المخ لما حصلوا مثلا يعني انفجار في أو ردت وشارين المخ إيه اللي بيحصل؟ هل فعلا الوجه ممكن يأخذ هذه الصورة؟ يقول آه الوجه بيأخذ هذه الصورة بيحصل كذا إلى آخر هذه الأمور الله إحنا ليه بنسرع ونقول كذا وكذا الأصل يا جماعة نرجع ليه هذا الرجل كان من الصالحين؟ نعم كان من الصالحين كان من الأطقية؟ نعم كان من الأطقية كان من الأنقية؟ نعم كان من الأنقية مشهود له بالطاع مشهود له بالطاع لكن كان مريض والمرض اللي عنده هو اللي أودى للوجه بهذه الصورة يبقى لا يحكم عليه على الإطلاق بأنها خاتمة سوء لأنها يا جماعة يعاد فيها إلى أهل التخصص من حيث اللون وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ألكش على الإطلاق الوجه لما تلاقيه بقى كذا وتحول إلى كذا يبقى دا من حسن أو دا من سوء دا كذب ودجل وانا أبين لكم لذلك لم أتلكوا أني جامع كل العلامات الصحيحة علشان ما دون ذلك أعرفوا أنه دجل وشعوذة وما شابها ذلك خلي بالك جدا ممكن إنسان في ساحة الواغة في المعركة والوجه يتمزق الرأس إلى آخر هذه الأمور ويشوه وجهه كأن يمثل به الأعداء إلى آخر هذه الأمور يعني يجب الأعداء مثلوا بوجه أحرقوا الوجه إلى آخر هذه الأمور ما جيش أقول لك شوف وجه وجه محروخ وكيت وكأو وجه والعياذ بالله يجل وعلا أما الثاني شوف انظر إلى وجه مبتسم وكذا 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 لا ما فيش كلام من دا دا دجل دا دجل طبعا أنا ممكن أجيب كافر الحين والكافر وهو ميت جدا تجد علامة الابتسامة أو علامة الرضا وميت هل هذه تشهد أنه خلاص من أهل الجنة لا أبدا على الإطلاق هل كل واحد غير مستم لما بيموت بيلاقي وشه بقى قلضم وسود ما فيش كلام من دا على الإطلاق ما فيش كلام من دا على الإطلاق ولذلك دين وسطية واعتدال دين قايم على مخاطبة العقل نعم والمشاعر لكن بيخاطب هنا العقل ولذلك مش عايزين نبقى درويش وللأسف في ناس جون في فترة معينة كانوا دعاة الدروشة مش عايزين نكون كده على الإطلاق ولذلك أنا أصحح لكم بإذن الله جل وعلا نيجي بالي علامات حسن الخاتمة الصحيحة وحدة بواحدة بإذن الله جل وعلا أول واحدة النطق بالشهادة عند الموت النطق بالشهادة عند الموت دي من علامات حسن الخاتمة يعني ما نيجي الإنسان كده حتى لو إنسان يعني بدر منه كيت لكنه تاب في آخر حياته ليه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالخواتيم إنسان كان بيبدر منه معاصر لكن عاد إلى الله وأقلع وتاب وأناب وشهد الشهادة وقال لا إله إلى الله محمد رسول الله إلى آخر وهو بيموت واحد يعني قريب منه أنت بتقول له يا فلان أشهد ريوك أنا عليها أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهله ولذلك يا جماعة الإنسان بيقولها بإذن الله بس هركز برضو لأنني مش معناها تأخذ كلامي على ظاهر ركز معي الدليل الأول على كلامه أي كلمة أقولها قل للدليل على كلامك أنت الدليل على كلامك أنت من حديثه صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه أي في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الحديث عند الإمام الحاكم في المستدرك وعند غيره وهو عن معاذ بسند حسن وله شواهد وله شواهد أنا عايز نركز مع بعض جدا أول علامة من علامات حسن الخاتمة من العلامات الصحيحة نطق الميت أو نطق الذي يموت نطق الذي يتوفاه الله نطق الإنسان بالشهادة عند موته يقولك أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله إلى آخره لي يا جماعة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إلا قالي كلام دا مين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي مش كلامه أي كلام أبدا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يحى يبقى دا وحي إما يقول لي من كان آخر كلامه أي في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أو تحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس مش معنى كده أني واحد يقول لي إلى آخر هذه الأمور يعني معلش يعني أنا جبت إنسان وقلت له قول وراي كده على سبيل والعاذ بالله جل وعلا أني بختبر أو أني جعل الإسلام في اختبار يعني أعتقد كلامه وضح لك إلا أريد التفصيل فيما يميل إله المستضرفون طيب راكز مع بعض جدا طيب فيه واحد أحيانا شدة المرض وشدة الآن مش قادر ينطق إلا إله إلا الله مش قادر ليه؟ لأن المرض اللي عنده أمسك لسانه فهتلاقيه يعمل لك إشارة أو إشارة بعينه أو إشارة ببدنه ماهاشي لا تثقل عليه وما تكررش عليه كثير فهي عنه قولي الله قولي الله قولي الله هو مش قادر ينطق هو المرض أمسك لسانه هو أمسك يعني كل جارحة فيه ما مقدرش ينطق يقولك آه ما ألهاش قعدت تحيل عليه ما ألهاش حرام عليك إنت لما أنتش فهم أي شيء ما تظلموش إنت ما تظلموش ممكن ألها بقلبه مرات ومرات ممكن قالها بقلبه مرات ومرات لكن إنت اللي مش فهم أي حاجة وله عاضر المرض إما بتجي تسأل طيب يقوله والله الحلل اللي كان فادي هل كان يستطيع أن ينطق يقولك أبدا ما يستطيع ده بالعكس ده هو في على طول يعني أشبه في غيبوبة وضايع ما يستطيع لا سماع ولا نطخ ولا شيء ما تظلموش في مثل هذا الأمر المهم هو من أهل التوحيد المهم هو من أهل الصلاح وما شده بالصلاح يبقى لها بقلبه إلى أخيره وفيه من لا يستطيع نطخ يوم يشاور كده ما شاء الله أشيء طيب أو بإشارة ما أو يكتب إلى آخر هذه الأمور لا بس وبعدين لا نسيء الظن بالميت إذا كان مثلا افرض هو في حالة موت سريري عنده غيبوبة ومات على إثر الغيبوبة ما عودش أقول ما قالش ورايا إلى آخر هذه الأمور لا هذه ظروف معروفة وما بنجع إلى آله التخصص وميفهمونا ولذلك يا جماعة مرة ثانية من كان آخر وكلامه لا إله إلا الله دخل الجنة تعالى لا إله إلا الله طيب يا جماعة في نقطة مهمة جدا في واحد بقى من باب الاستضراف يقول لك طيب والعذب الله يفعل كل شيء السيء يفعل كل شيء شر يفعل كل شيء فيه عار وما شبه ذلك يقول لك وساعة الموت أنا حافظ أنا هقول لا إله إلا الله لا مش كده على الإطلاق لا شوف ربنا بيقول إيه وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ أنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يعني ما أقول لك وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ دي في أمور كثيرة جدا منها أيضا مثل هذا الأمر اللي عمل لي كيت وإنه هيب أزكي إلى آخر هذه الأمور وهيقوم أي لا لا بمعنى إن ربنا يجعل ما بين القلب وما بين النطق آمد بعيد جدا أي يحول الله بين النطق بالشهادة لكن حال الله بيني وبينها ولي ذكرت عند البعض في حسن وسوء الخاتمة في أبوب كثيرة ممن كتب من أهل العلم قل إلى الليل هذه كلمة حال الله بيني وبينها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أو ينسيه إياها في هذه اللحظة أو يشغله بآلم فلا ينطقها في هذه اللحظة على الإطلاق إلى آخر هذه الأمور ولذلك حينما أنظروا في قول الله جل وعلا يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ولذلك أنا أعزم عندنا وعي وفهم وحسن ظن بالموحد المشهود له بالصلاح طيب النقطة أو الدليل الثاني والنقطة الثانية من حيث الأدلة على أن من كان آخر وكلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق طلحة أنه يقول أنه سمع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة إني لأعلم لأعلم اللام هي ليست نافية ولكن يا توكدية إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لونه اسمع معي إلا أشرق لونه ونفس الله عنه كربته برضو حتت إلا أشرق لونه مش معناها إن اكتلاء الوجه بقى بقى في كيتو زي ما الناس بتروه من باب الدجل ومن باب المبالغات لا يعني بقى فيها راحة كده في الوجه بقيت شايف تنظر الوجه لا ترى به العبس ولا ترى به الأضب ولا ترى به النفور ولا ترى به الخوف ولا ترى به الجزع لا ولكن هذا الوجه مشارق إلا أشرق لونه ونفس الله عنه كربه ليقربات الموت التي تعترى الإنسان عند موته فقال عمر إني لا أعلم ما هي قال وما هي قال له طيب تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عما هو عند الموت هو في كلمة أعظم من الكلمة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أبا طالب يعني أمر بها عما هو عند الموت أن يقول لا إله إلا الله قال صدقت هي والله هي الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح وعند ابن حبان ونحوي وعند الحاكم والزيادة له وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي شيخ الإسلام رحمة الله عليه يبقى أنا عايز أركز جدا أنا الوقت لما قلت يا جماعة أول علامة صحيحة نطق الإنسان بالشهادة عند الموت أول علامة صحيحة من علامات حسن القاتمة نطق العبد بالشهادة عند الموت وقتيتكم بدليلين وليس بدليل واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثانية العلامة الثانية بقى الموت برشح الجبين العلامة الصحيحة الثانية الموت برشح الجبين قلت لكم يسبق ذلك أنه من أهل التوحيد وأنه من أهل الصلاح ويشهر له الناس على ذلك يبقى الموت برشح الجبين طيب تسألني بطوله طب ما الدليل ما أي كلمة أنا أكلمك فيها في مثل هذا الأمر لا بد من الدليل إما أن أقول لك قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم لي يا جماعة لأن الكلام إذا حوا الدليل فقد حوا النور وإذا خلا من الدليل قد خلا من النور خليك معي جدا حديث بريدة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق جبينه الحديث عند الإمام أحمد وعند الإمام النسائل وعند التدميذ وحسنة وعند ابن ماجة وعند ابن حبان وعند الإمام الحاكم وعند الإمام الطيالسي وهذا مما يشهد أن الموت برشح الجبين إنما هو علامة صحيحة من علامات حسن الخاتمة والذي أثبت لنا ذلك والذي دلنا على ذلك والذي أخبرنا بذلك والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث الصحيح النقطة الثالثة ونحاول أجري شوي على أساس أكسب النقطة اللي وعدت إننا نجبهم في هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا النقطة الثالثة الاستشهاد في ساحة القتال الاستشهاد في ساحة القتال يبقى العلامات الصحيحة للخاتمة الأولى قلنا نطق العبد بالشهادة عند الموت النقطة الثانية الموت برشح الجبين النقطة الثالثة الاستشهاد في ساحة القتال الاستشهاد في ساحة القتال وقلنا برضو يسبق ذلك أنه رجل مسلم أو عبد مسلم شهد له بالصلاح لأخذ هذه الأمور هذا العبد المسلم كان في معركة مع أعداء الله جل وعلا وقد حسن نيته وأخلص عمله لله جل وعلا وقتل في هذه المعركة إذن هو من الشهداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم طب أحد يقول لي طب إيه الليل على أن اللي يقتل في ساحة المعركة وبيبقى شهيد وإن ده من علامات حسن الخاتمة من قول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل أحياء عند ربهم يرزقون العمران 169-170 طبعا والأدل على ذلك كثير في كتاب الله جل وعلا ومن خلال صاحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعود إلى الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء من سأل الله الشهادة بصدق إلى آخره طيب الحديث عند الإمام مسلم وعند الإمام البيهقين نجيب حديث تاريب ثورة عشان نكسب برضو الوقت ونستثمر بكثرة أدلة للشهيد عند ربه ست خصال أو للشهيد عند الله جل وعلا ست خصال والحديث مشهور ومعروف الكل ويحفظه القاسي والداني لذلك أنا أتيتكم بمطلعهين طبعا الحديث ده عند الإمام الترميذي وصحاحة وعند الإمام أحمد والحديث إسناده صحيح طيب يبقى احنا جدنا الوقت يا جماعة من العلامات الصحيح حسن الخاتمة أول حاجة نوت كل عبري بالشهادة عند الموت اثنين الموت برشح الجنئن برشح الجبين الموت برشح الجبين ثلاثة الاستشهاد في ساحتي أو كتال النوتة بقى الرابعة اللي هجبها لكل وقت يا جماعة الموت في ليلة الجمعة أو في نهارها يعني الموت ليلة الجمعة أو نهارها من علامات حسن الخاتمة نعم من علامات حسن الخاتمة علامة صحيحة عليها أدلة من دليلات كتابة صحيحة السوء نعم عليها أدلة من صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا عايز نركز مع بعض جدا يبقى العلامة صحيحة من علامات حسن الخاتمة اللي احنا بنتعرض لها الآن اللي هي العلامة الرابعة اللي هي الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة ليلة الجمعة أو نهار الجمعة لكن بضابط خلي بالك منه جدا إن العبد هذا يكون على الإسلام إن العبد هذا يكون مشهود له بالصلاح والتقى إلى آخر هذه الأمور طيب تعالوا بصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنا قلت لك في كل نقطة اسألني عن الدليل اسألني عن الدليل الدليل هنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر الشهد إلا وقاه الله فتنة القبر يبقى حسن خاتمة يبقى ركز مع بعض هذين ما من مسلم الشهد هنا مهم جدا 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 لأن واحد ممكن يقول إيه الله دم فيه كفار بيموته في هذا اليوم أحنا بنقول ما من مسلم ما من مسلم أنا الشاهد الأول عندي ما من مسلمين يموت إنت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يبقى النبي يبين لنا صلى الله عليه وسلم إن بالنسبة للزمان يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر يبقى ربنا بينجيه من فتنة القبر يبقى دي علامة من علامات حسن الخطبة يبقى علامة صحية من علامات حسن الخطبة وهذا الدليل اللي هو الحديث هذا موجود فين عند الإمام أحمد من طريقنا عن دليم بن عمره وهو أيضا عند الإمام الترمذي وله شواهد عن أنس وجامل وغيرهما والحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح يبقى الحديث دي يا جماعة بمجموع طرق حسن أو صحيح اللي هو الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي بيّن فيه أن المسلمة الذي يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يقيه الله من فتنة القبر طيب النقطة اللي بعد كده بقى يا جماعة أو العلامة الخمسة من العلامات الصحيحة في حسن الخطبة الموت غازيا في سبيل الله الموت غازيا في سبيل الله ركز ركزي أنا بقولكو أنا عايز حلقتي دي يا جماعة لأنها تصحيح مفاهيم ما نش عايز أبقاعد أسرد وقاعد أتكلم كتير كتير ينسي بعضوه بعضاً يعني الكلام ويبقى مخرج داشت لا ده نبذكر لك ولخص لك تاني ورتب لك مرة ثانية يبقى العلامات الصحيحة لحسن الخطبة اللي ذكرناها حتى الحين أول حاجة ندق العبد بالشهادة عند الموت اثنين الموت برشح الجبين الثلاثة الاستشهاد في ساحة القتال أربع الموت ليلة الجمعة أو نهارها هندخل بقى الخمسة الموت غازيا في سبيل الله الموت غازيا في سبيل الله يبقى هذه العلامة من العلامات الصحيحة لحسن الخطبة الموت غازيا في سبيل الله وكما طلبت منكم أن تسألوننا عن الدليل ليه أي كلمة لابد يبقى عليها دليل زي منا في المقدمة قلتلكم أي حد بيقول كلام معليش دليل مرفوض مرفوض ليه أصلا يقولك إيه يا ده أنا قريبي وهو بيموت يا شفت عديد حكيد حكيد حكوزة ما مش بعد كده بقى ويقولك ده أنا جفت لا هذا كلام ده أنا لا أؤمن بالدجل ولكن أؤمن بما ورد فيه الدليل بما ورد فيه دليل ولذلك أي نقطة من النقاط اللي أنا أجيب لك الكثير دي لو خلي من الدليل رد رد عليها ولا تقبل يبقى النقطة الخمسة الموت غازيا في سبيل الله الدليل إيه من خرج ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد من خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد يعني إيه يا جماعة وهو في وقت خروجه في سبيل الله جل وعلا مات هو شهيد أو قتل في طريقه فهو شهيد يبقى الموت غازيا في سبيل الله من خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد مش لازم أن نبقى قتل لا ومن مات في سبيل الله فهو شهيد اللي حرث فيه عند الإمام مسلم في صحيح وعند الإمام أحمد وعند غيرهما يبقى أنا الوقتي ذكرت لكم خمس علامات صحيحة من علامات حسن الخاتمة العلامة السادسة بقى نركز مع بعض جدا في العلامات الصحيحة من حسن الخاتمة الموت بالطاعون الموت بالطاعون هل الموت بالطاعون من علامات حسن الخاتمة؟ نعم من علامات حسن الخاتمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة الطاعون اللي بيكلم ده مين ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيدي هذا الحق مين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيبين هذا المقال مين ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول الطاعون شهادة بس المين لكل مسلم لكل مسلم غير المسلم لا الطاعون شهادت لكل مسلم الحديث فين عند الإمام البخاري وفين عند الإمام الطيالس وفين عند الإمام أحمد في المسند أنا عايز نراكز مع بعض جدا إحنا بكده ذكرنا ست علامات صحيحة من علامات حسن الخاتمة شوف زي ما عودتكم أردب واختصر وأخلي الكلام منظم ومبسط عشان ننضعش مننا نقطة يبقى ذكرنا من علامات صحيحة لحسن الخاتمة ستة الأولانية قلنا أول شيء نطق العبد بالشهادة عند الموت الثانية الموت برشح الجبين اللي تليها قلنا الاستشهاد في ساحة القتال اللي تليها قلنا الموت ليلة الجمعة أو نهارة اللي تليها الموت غازين في سبيل الله اللي بعدها قلنا الموت بإيه؟ بالطاعون الموت بالطاعون طب نرخل على العلامة السابعة الصحيحة من علامات حسن الخاتمة الموت بداء البطن الموت بداء البطن أنا عايزة مركز جدا يعني بمرض في بطنه الموت بداء البطن عن الموت بمرض في بطنه حتى قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في حكام الجناز وبدعها قال حتى ومن مات بالإسهال ابتلي بهذا الأمر فهذا مرض مرض ابتلي ببطنه ومات على ذلك مات بذلك فهو شهيد بإذن الله جلاله بس الضابط أنه يكون مسلم مشهول له بالصلاح ركزوا معاه جدا يبقى العلامة الصحيحة السابعة من علامات حسن الخاتمة الموت بداء البطن هتقولي طيب الدليل ايه على ذلك أقولك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات في البطن فهو شهيد الحديث هو في سعيد الإمام المسلم ومن مات في البطن فهو شهيد إلى آخر الحديث الثانية الورد عند الإمام أحمد في المسلم وغيره في أن المبطن شهيد والذي مات ببطن فهو شهيد يبقى عندي يا جماعة العلامة السابعة من علامات حسن الخاتمة الموت بداء البطن واحد ابتليه بمرض سرطان في البطن بمرض والعياذ بالله جل وعليك المشهور جدا أورام معينة إلى آخر هذه الأمور أو حتى بالإسال الذي استمر ما حتى قتل بنقول هذا مات بداء البطن والموت بداء البطن على ما صحيحة من علامات حسن الخاتمة طيب اللي بعد كده النقطة الثامنة من علامات حسن الخاتمة الموت بالغرق الموت بالغرق بس نركز مع بعض ما قولك الموت بالغرق أن يكون قلت لكم لابد الشرط في أول حال مسلم برضو يكون رجل من أهل الصلاح أو مشهده بالصلاح عبدون شوي ده له بالصلاح خلي بالكم معي بس شرط مسلم شرط مسلم الشرط اللي معلينش خلاف على طلاقه مسلم ركزوا معي الموت بالغرق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة الشهداء خمسة والغرق هو صاحب الهدم شهيد إلى آخرة والحديث عند الإمام مخارف صحيح عند الإمام مسلم في صحيح عند الترمذي في سننه وعند الإمام أحمد في المسند أنا عايز نركز مع بعض جدا ما من كلمة ألفظها أو أتلفظ بها الآن إلا وآتي بها بالدليل الصحيح إلا أتي بالدليل الصحيح على صحتها يبقى قلنا رقم سبعة الموت بدأ البطن رقم ثمانية الموت بالغرق وقتينا بالحديث الصحيح على ذلك وقتينا بالحديث الصحيح على ذلك طيب عشان نكسب وقت شوية أيضا من مات بالهدم يعني إيه واحد كان قاعد خلف الجدار سقط الجدار عليه ساكن في بيت رجل مسلم من آل الصلاح والبيت سقط عليه سقط عليه يعني فيه هدم واقع عليه فمات وهذا أيضا من حديث الشهداء خمسة من خوله صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم شهيد طيب النقطة العاشرة في ذلك جماعة في علامات حسن الخاتمة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها أنا عايز أأكد على دي شوية موت المرأة هنا باخد شرط أقول إيه المسلمة يبقى المرأة ليس مطلق المرأة على الإطلاق لا المسلمة موت المرأة المسلمة في نفاسها بسبب ولدها خليب لكم واحد يقول لي طيب إيه أو لك الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح والمرأة يقتلها ولدها جمعة شهادة الحديث عند الإمام أحمد والحديث أيضا عند الإمام الدارمي وعند غير الإثنين بإسناد صحيح وطبعا في أتدرون من الشهيد أيضا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبين أن المرأة موت بولدها جمعة إلى آخر هذه الأمور أي أن المرأة موت في نفاسها بسبب ولدها بين ذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم طيب أدخل بقى بإذن الله جل وعلا واختصر شوية واستثمر شوية في الوقت على النقطة 11 و12 مع بعض 11 و12 مع بعض بقول الموت بالحرق وذات الجنب الموت بالحرق والموت بذات الجنب دي علامة صحيحة من علامات حسن الخاتمة ودي علامة صحيحة من علامات حسن الخاتمة أنا عايز نركز مع بعض جدا يبقى أن العلامات الصحيحة لحسن الخاتمة الموت بالحرق والموت بذات الجنب لازم أن نفهم مع بعض جدا إيه المقصود بس قبل أن نفهم إيه المقصود بنقول طيب إيه الدليل على صحة هذا الكلام بقول الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله من قوله صلى الله عليه وسلم على الحرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد إلى آخره فهنا الإنسان الذي يموت محروقا أو الحريق أو الحرق هذا بإذن الله جل وعلا شهيد وحينما نقول أنه يموت شهيدا إذن تلكم علامة من علامات حسن الخاتمة أي من العلامات الصحيحة لحسن الخاتمة ودع ذلك مش بس ده الحديث اللي هو الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله لا ده حديث برضو أتدرون من الشهيد ورد في هذا وحديث الإمام أحمد ورد في هذا إلى آخر هذه الأدلة والتي شهد فيها لأن المسلم أو العبد المسلم أو المرأة المسلمة هذا العبد المسلم الذي يموته يعني بالحرق أو المرأة المسلمة التي تموت بالحرق دون الانتحار يعني بالقدر كده في مكان حصل فيه كده تفجير وولع إلى آخر هذه الأمور في بيت والعياذ بالله إلى آخر هذه الأمور الأدلة على ذلك قلنا كثيرة أتيت لكم منها بهذا الدليل الدليل ده فين؟ عند الإمام مالك وعند الإمام أبي داود في السنان وعند الإمام النسائي وعند ابن ماجي وعند ابن حبان عند الحاكم وعند أحمد في المسند لما أقول لك إن دا مالك يعني أقصد في الموطأ يعني يبقى أشوداء سبعة سوى القتل في سبيل الله بينا أن اللي مات بالحرق هذا شهيد وصاحب ذات الجنبي شهيد طيب يا جماعة بسرعة جدا برضو أستثمر الوقت وأدخل في النقطة 13 العلامة 13 من علامات حسن الخاتمة الموت بداء السل الموت بداء السل قلت لكم بضابط أن يكون الرجل مسلم أو أن تكون المرأة التي ماتت بهذا مسلم يبقى الضابط عندي في العبد الذي يموته بداء السل أن يكون مسلما قلت وأن يشهد له بالصلاة الدليل على هذا الكلام من قوله صلى الله عليه وسلم والسل شهادة من كلام سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسل شهادة فين الحديث عند الإمام الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث راشد وابن حبيش وحسنه المنذري وله شاهد آخر في المجمع كما ذكر عثمي وغيره طيب فيه نقطة مهمة جدا النقطة بقى 14 عشان برضو أنتهي الإذن اللي هي تدله على النقطة 14 من علامات حسن الخاتمة الموت في سبيل الدفاع عن المال والديني والنفس إما أقول لك الموت في سبيل الدفاع عن المال دي شهادة حسن الخاتمة عن الدين شهادة حسن الخاتمة عن النفس شهادة حسن الخاتمة تلاتة عالمات يا جماعة تلاتة عالمات علامة 14 الموت في سبيل الدفاع عن المال العلامة 15 الموت في سبيل الله في الدفاع عن الدين 16 الموت في سبيل الدفاع عن النفس يبقى الموت في سبيل الدفاع عن المال الموت في سبيل الدفاع عن الدين الموت في سبيل الدفاع عن النفس واحدة اللي طيب انت ما تجيب لي دليل يشمل هذه الثلاثة بقوم قيله من قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد الحديث طبعا فين عند أبي داود في سننه وعند النساء وعند التلميذ والصحاحة وعند الإمام أحمد في مستده بسند صحيح يبقى خلي بالكم يبقى الموت في سبيل الدفاع عن المال وعن الدين وعن النفس دول ثلاث علامات هذه علامات صحيحة من علامات حسن الخاتمة بعد كده بقى أدخل على النقطة 17 بإذن الله من علامات حسن الخاتمة الموت مرابطا في سبيل الله جل وعلى أنا عايز أن أركز مع بعض جدا يبقى العلامة رقم 17 من علامات حسن الخاتمة أو العلامات الصحية في حسن الخاتمة الموت مرابطا في سبيل الله جل وعلى طيب إيه دل على ذلك؟ من حديثي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله الحديث هذا مرتبته يا جماعة مرتبته صحيح هو فين عند الإمام أحمد في المسند فين أيضا عند الإمام أبي داود في السنة فين أيضا عند الإمام الترميذي وصحاحة فين أيضا عند الإمام الحاكم في المستدرك والحديث صحيح بإذن الله جل وعلا طيب أدخل على العلامة رقم 18 من علامات حسن الخاتمة أي من العلامات الصحية لحسن الخاتمة الموت على عمل صالح الموت على عمل صالح يبقى نركز معا جدا يبقى الرقم 18 أو النقطة رقم 18 أو العلامة رقم 18 الموت على عمل صالح ميت على طاعة ميت على عمل صالح ولما نقول الموت على عمل صالح يعني مات وهو على عمل بيرضي الله جل وعلا يعني ميت على طاعة ميت على طاعة الدليل ايه من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة الله أكبر اهو مات على عمل صالح اللي هو مات على لا إله إلا الله مش كما بس ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة واللي كان صايم يوم ابتغاء مرضات ربنا مش إلا الرياء ولا كلام منه على الإطلاق وختم له بكده ومات على هذا الصيام يبقى دخل الجنة لأنه مات على عمل صالح مش كيف بس ومن تصدق بصدق ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة وده كل كلام سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث فيين عند الإمام أحمد في المسدد والحديث من طريق وعذايفة ومرتبة الحديث صحيح بإذن الله جل وعلا طيب يا جماعة بما أني صرفت لكم هذه النقاط بإذن الله جل وعلا واعتقدوا أن النقطة الأخيرة نقطة جامعة نقطة جامعة الموت على طاعة الموت على طاعة ميت وهو بيصلي هذه الموت على طاعة طيب مات وهو كان في أثناء الصيام موت على طاعة بإذن الله جل وعلا الرياء الموت وهو بقول لا إله إلا ابتغاء وجه مات على طاعة في على أي خدر يبقى إذن هذه هي العلامات الصحية في علامات حسن الخاتمة يا جماعة ركزوا جدا زي ما قبتلكوا على كل كلمة دليل إما من كلام الله جل وعلا وإما من أحاديث الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول غير هذا الكلام يبقى نطالبه بالدليل الصحيح طيب أدخل بقى على نقطة ثانية غاية في الأهمية بإذن الله جل وعلى لأنه وعدتكم أن أتحدث في نقطتين من بطة صحيح مفاهيم كما تكونوا يولى عليكم كما تكونوا يولى عليكم يطلع تلاقي الوعي من ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما تكونوا يولى عليكم تبقى عاية في المجلس كده شفت يا عم الغلاء والبلاء كما تكونوا يولى عليكم تبقى عاية تسمع في إذاعة دينية تسمع في قناة لا 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 ده دجل ده دجل يا جماعة لا صدنا النبي قال هذا الكلام ولا قال معنا هذا الكلام حتى على الإطلاق بل هذا الكلام يخالف الواقع ويخالف ما جاء من خلال السيار سواء في سيارة الصالحين في السيارة النبوية أو حتى في سيارة والتراجم أو كتب التواريخ واحد يقول لي طيب الأول كما تكونوا ول عليكم من اللي رواه بقوله رواه دي لما في مستنى الفردوس عن أبي بكرة في مستنى الفردوس عن أبي بكرة والبياقة عن أبي إسحاق السبيعي مرسلم عن أبي إسحاق السبيعي مرسلم وقد ضعفوا غير واحد من أهل العلم من المتقدمين من اللي ضعفوا الإمام الحافظي بن حاجر إلى عسقلاني ضعف هذا الحديث مش كده أو بس ومن المتأخرين الشيخ الألباني فقد جامع طرقه وحكم عليه بالضعف في سلسطة الحديثة الضعيفة 41-90 قلت حكم عليه بالضعف ثم قال والواقع يكذبه أنا عايز نعيش بقى معادي شوية مع بعض والواقع يكذب بعد ما قلنا لك ده رواه دي لامي في مستنى الفردوس عن أبي بكرة البياقي أنا بسحاق السبيعي مرسلم قلنا ضعفوا غير واحد منهم مين قلنا من المتقدمين لما الحافظ بن حاجر العسقلاني ومن المتأخرين للشيخ الألباني رحمة الله على الجميع طيب قلنا الواقع بيكذب هذا الكلام ليه اللي بقوله عليه حديث أقولك ليه قالك فإن التاريخ حدثنا عن تولي حكام أخيار بعد حكام أشرار والشعب هو هو بيبقى الشعب هو نفسه حاكمه حاكم كويس جدا وطيب وعادل وقام جاي حاكم شيطان إبلي الظالم لص سفاح وبعلمين وهو الشعب هو الشعب يبقى تقولي كما تكونوا ول عليكم هو الشعب لا حق يتغير ويبقى لا ما فيش كده من ده على الإطلاق هو الشعب هو الشعب لكن جاي حاكم موحش وحاكم كويس خلي بالكم معي جدا مش كده بس مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضا ابتلاهوا الله بقوم من فيهم لابتداع الخوارج والشيعان وبعدين في النهاء يعني ما زالوا به حتى قتلوه وقتلوا ولديه فأهل يندرج هذا الحديث على كذا كما تكونوا ول عليكم يعني مثلا علي بن أبي طالب كان على الخوارج والشيعان ودون أسوأ خلء الله أو اللهم الشعب الروافض والخوارج وقتلوا وقتلوا ولديه وعلي بن أبي طالب ده مين ده المبشر بالجنة مين ده خليفة راشد ده مين زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ووالد الحسن والحسين إلى آخر ما يذكر من مناقب يبقى ما ينفعش على الإطلاق أقولك كما تكونوا يولى عليكم مش كده بس سيد عثمان رضي الله عنه وضعه ومعروف من هو عثمان الذي كانت تستحي منه الملائكة من هو عثمان خليفة راشد المبشر بالجنة إلى آخر المناقب العظيمة الكثيرة جدا ورغم ذلك كان في أشرار يعني ضمن الذين حكمهم والله الله أمرهم وانقلبوا عليه وقتلوه مش كده بس عمر بن عبد العزي عمر بن عبد العزي كان خيرا ممن حكمه من قومه حتى أنهم يعني يقل قتلوا بالسمة إلى آخر هذه الأمور لا وكان منهم الصالح ومنهم غير الصالح لكن عمر بن عبد العزي في ذاته كان أفضل ممن حكمهم جميعا يبقى ما ينفعش تقولك ما تكونوا يولى عليكم مش كده بس والمعلوم أن الصلاح في المجتمعات قليل يا جماعة الصلاح في المجتمعات قليل يقول ربنا جلعلا وقليل من عبادي الشكور وقليل ماهم مثلا لقد ظلمك بسؤالي نعجاتي إلى نعاجي وإن كثيرا من القلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا صالحا وقليل ماهم وظن داور إلى آخر يبقى وقليل ماهم طيب خلي بالكم عاية جدا مثل هذه الأحرسة جماعة أحدثت بلبلة في المجتمع وفي نفس الوقت يعني مع احترامي توجد الدروشة والكسل عند الكثيرين في عالم البحث عن مخارج عن الحلول عن الأخذ بالأسباب للرقي والتقدم والوعي والمضج والتثقيف ونمو الاقتصار وما شبه ذلك إنما كل حاجة كما تكونوا عليكم بس خليك هنا خاص كما تكونوا عليكم لا مثل هذه الأمور لا مشكلة على الإطلاق يا جماعة مشكلة على الإطلاق لا أبدا على الإطلاق لكن ممكن في حكم شرير مجرم ندعوه بالهداية ندعوه بالصلاح ونأخذ بالأسباب التي تأخذ بيده إلى الصلاح أو تأخذ بيد الطيبين إلى الخير والحق والعدل والبعد عن الظلم وأهله خلاصة المسألة يا جماعة إن هذا الحديث لا يصح إلو كما تكونوا يولى عليكم والله أعلى وأعلم وواعد ديننا حكم علي علي بالبرية ورأس الأمر آل كريم وسنة أحمد فطوب ذي يسعى ليحيا معافا من شاقين الهوية